سعادة الدكتور بطرس غالي الأمين العام السابق لوم التعدى مرحبا بك لم يكن يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من أكتوبر عام 1977 يوما عاديا في حياتك فقد اختارك الرئيس الراحل أنور السادات وزيرا ولكن هناك مسافة طويلة بين يناير 1922 وبين 25 أكتوبر 1977 يوم ميلادك في عام 1922 وتوليك الوزارة عام 1977 رحلة طويلة كيف كانت نشأتك وأيامك الأولى توليت في الفجالة في مبنى كبير وكان لي أخين وكان عندي وقتها كطفل عندي الربو فكان أعمل معاملة خاصة وأستطيع أن أستفيد من ذلك عندما لا أريد أن أذهب إلى المدرسة أبتدي أعمل نفسي نحكح وترتب على ذلك تأخيري في دراساتي كما أن ترتب على ذلك مدة شهرين في أسوان باعتبار أن الجو في أسوان ابتداء من ديسمبر ويناير جو بعيد عن الرتوبة الموجودة في القاهرة كان عمرك كم سنة حينما كنت تستخدم هذه الحيال؟ 10, 11, 12, 13, 14 سنة تقول أنك تأخرت في دراستك يعني كم سنة تأخرت في دراستك؟ مش فاكر دلوقتي بالتفاصيل ولكن الفكرة العامة أن ترتب على ذلك أمرين الأمر الأولاني أن زادت الدروس الخصوصية فكان مدرس يدخل ومدرس يخرج والأمر الثاني أن فعلاً الربو كان بيتعبني يعني ما عرفش أنام وأضطر أن أقرب الليل فبدأت اهتمامي بالقراءة بسبب الأرق كانت الأسرة كانت هناك ستة الكبيرة وأولاً ستة أم والدي وإلى جانب أم والدي أحياناً تأتي أم والدتي ستة أم والدك هي زوجة جدك بطرزيلي؟ أيوة الذي كان رئيساً لوزراء مصر؟ أيوة وكان نكون من نسميها تيتا أم الباشا طبعاً وقتها حتى لما كنت طال في كوية الحقوق كان استعمال الباشا عم الباشا بابا الباشا كان مستعمل فأنا كطفل ما عرفش يعني أم الباشا كنت فاكر أن اسمها تيتا أم الباشا أم الباشا ده كان عمك يعني الباشا كان عمي ابنك كبير كان باشا اللي أصبح وزير خارجية لمصر بعد ذلك اللي ما كانش وزير خارجية كان نجيب باشا كان وزير زراعة فهذه دوات صغيرة بيبوس إيد ستة وبالطرية تختار بيبوس إيده كده وكده تيتا أم الباشا نشأتك في هذه الأسرة القبطية المصرية أسرة البشوات التي كانت واحدة من مئتي عائلة كان لها النفوذ في مصر في تلك الفترة ما هي مؤثراته على حياتك بعد ذلك؟ الشاب ما كانش مدرك بأهمية هذا متى بدأت تدرك؟ بدأت أدرك عندما ابن عمي جفري أراد أن يدخل في الانتخابات ولجأ إلى منزل العائلة في الفجالة رغم أنه ساكن في جاردين سيتي وساعدته في الحملة الانتخابية سنة كم تفتك؟ سنة أربعين كان عمري وقتاً الأهاوي فمنطقة الفجالة والويلي كانت كلها منطقة انتخابات أو الدائرة بتاعت ابن عمي هل هذا كان باديرا بالنسبة لك لكي تفكر في العمل في السياسة أم أن مقتل جدك حينما كان رئيس الوزراء بسبب الاتهامات التي توجهت له عن أنه سأتي لها في حينها؟ هل هذا ترك أثر سلبي أم إجابي عليك؟ لا أبداً لأن على سبيل المثال كان وجود عمي كان وقتاً وزير خارجية نعم فكان تأثيره أكاد يكون أهم من تأثير جدي اللي ما أعرفتش جدي عمي اللي كان عينما يزور والدته كان يسألني أنت آخر كتاب قرأته وكان إلى حد ما مهتم بقراءاتي يعني أنت تعتقد أن لو لم تقم ثورة 52 وأنت طبعاً حصلت على الدكتوراه من جامعة باريس جامعة السربون عام 1949 في القانون ودرست طبعاً في قلية الحقوق وتخرجت كنت نحيت منحاً سياسياً وليس منحاً أكاديمياً كما حدث بعد ذلك؟ لأنني كنت مهتم بالناحية الأكاديمية على أساس أن السياسة ستأتي بعد ذلك أنني في حاجة إلى مزيد من الدراسة مزيد من العمل الأكاديمي يعني أن عندما عدت من باريس كان الرأي العام لأصحاب الأسرة للوالد لعمي ما تخش الخارجية سنة 49 49 إزاي ما تخشش الخارجية؟ ده عمك كان وزير خارجية وجدك كان وزير خارجية ولاد عمك في الخارجية عاوز تشتغل خوجة خوجة يعني معلم يعني مدرس خوجة يعني معلم يعني كان الطريقة وكان هناك عدم ارتياح في الأسرة على أنني أعمل في الجامعة قبل ما آتي لهذه المرحلة فترة باريس ماذا تركت في نفسك وفي حياتك؟ فترة باريس سعدتني عن التصل مع بلاد المغرب العربي كان هناك بسبب الاستعمار العالم العربي بالنسبة لنا في مصر كشباب كان قاصر على المشرق العربي بمعنى آخر فلسطين، سوريا، لبنان، السعودية واليمن أما الدول الأخرى سواء ليبيا أو التونس أو الجزائر والمغرب كانت بعيدة فوجودي في باريس اتصلت مع القيادات المغربية والجزائرية والتونسية طلبا كانوا بيدرسوا معك في باريس في ذلك كانوا بيدرسوا معي وكان هناك حركات تحرر بدأت في كلمة كان بدأت حركات التحرر عندما تم اعتقال ملك المغرب كنا بنوزع منشورات عن الملك المغرب كنت وقتا أكتب في جريدة مصر بانتظام عن الجزائر طبعا الرأي العام المصر مكنش مهتم بالمغرب مكنش ملم بوجود المغرب العربي بسبب الانقطاع الموجود فوجودي ساعدني على أن أدرك ما هو المغرب العربي ما هي مشاكل المغرب العربي لكن في ترك المرحلة تحديدا كان هناك ما يسمى بمكتب المغرب العربي في القاهرة وكان يأتي الثوار الجزائريين والمغربة والتونسية مكتب المغرب العربي في القاهرة بدأ سنة اربعة وخمسين وخمسة وخمسين لا كان موجود قبل الثورة وكانوا على علاقة أحمد بن بلق ذكر لذلك في شاهدته وفي مذكراته وكذلك كانت موجودة في شهادات الآخرين ولكن كان الملك كان يتعامل معهم بناء على الحاجة إليهم وليس هو قوي بعد الثورة لكن كان موجود قبل الثورة أيضا أنا أريد بالنسبة لباريس أنت درست اللغة الفرنسية ومصر كانت تحت الاحتلال البريطاني وذهبت للدراسة في باريس ولم تذهب للدراسة في بريطانيا عائلتك من العائلات التي كانت تشارك في السلطة في ذلك الوقت كانت رؤيتك إيه للاحتلال البريطاني؟ الفكرة الأساسية أن البورجوازية المصرية لكي تحارب الاستعمار أو الوجود الإنجليزي اختارت الوجود الفرنسي كما أننا في الحرب الباردة كنا بنلعب بنلقى مرة إلى روسيا ومرة إلى أمريكا نفس الوضع كان موجود في مصر من عهد محمد علي لغاية سنة 1905 يعني معظم العائلة معظم العائلات القبطية أو العائلات التي كان لها نفوذ في مصر سعد زغلور راح درس في قانون القيادات كلها راحت في فرنسا مصطفى كامل القيادات كلها لجأت إلى فرنسا كان نوع من التوازن؟ لنوع من التوازن يعني كانت العملية مقصودة وليست يعني عفوكم العملية مقصودة لغاية سنة 1905 سنة 1905 تم اتفاق سري وقت ما كنتم بين فرنسا وانجلترا يسمى الاتفاق الودي ان فرنسا تنفارد بالمغرب ومصر وانجلترا تنفارد بمصر ولكن رغم ذلك استمرت السياسة المصرية ان تحاول ان توازن الوجود البريطاني بالوجود الفرنسي اكثر من ذلك كان عندك نوع من التقسيم العمل كان على سبيل المثال عميد كلية الحقوق كان استاذ فرنسي عميد كلية الهندسة كان انجليزي منطقة قناة السويس كانت منطقة نفوس فرنسي كلية الاداب نفوس فرنسي فاذا كان نوع من التقسيم العمل بين النفوذ الامبراطورية الفرنسية والامبراطورية الاستعمارية والامبراطورية الاستعمارية البريطانية بريطانيا كانت مسكة ثلاث حاجات القوات المسلحة البوليس والري فرنسي فرنسا كانت مسكة القضاء القانون النواحي الأدبية والأثار فكان توازن بين اثنين وأنتم كعائلات برجوازية كنتم تلعبون على هذا التوازن ليس عائلات برجوازية البرجوازية كلها الطبقة المصرية كانت تلجأ إلى فرنسا كانت الدراسات يضاف إلى ذلك أن القانون المصري مستمد من القانون الفرنسي صحيح فبالتالي اللي كان بيدرس في كلية الحقوق لازم يكمل دراساته في فرنسا عبد الحميد بدوي الصنهوري القيادات القانونية دي كلها بهدين بركات كلهم راحوا في فرنسا وعملوا دكتورات في فرنسا تفتكر حد من زملائك اللي كانوا بدرسوا معك في باريس في نفس الفترة؟ شمس الوكيل اللي كان أول الدفعة شمس الدين الوكيل أيوة هو الله يرحمه توفى وإسماعيل صبري إسماعيل صبري أيوة عبد الله فكان إسماعيل صبري عبد الله يمثل اليسار وشمس الوكيل يمثل اليمين وأنت؟ أنا ميال اليمين أي يمين بالضبط؟ أنا ميال باليمين الليبرالي يعني إلى حد كبير الأسرة كانت مرتبطة بالوفد فشخصين كنت إلى حد كبير مرتبط بالوفد لكن أنت في هذه المرحلة باعتبار توجهك أكاديمي لم تكن تميل من ناحية سياسية أو لم يكن لك نشاط سياسي بارس في حزب ملاحظة لا حينيزين كان ليه نشاط ولكن ما كانش نشاط قوي بمعنى اجتماع في ندال لا كنت عضوى وقتها انضمتي للوفد وكان من غير ما يكون ليه نشاط النشاط كان قصر على مساعد ابن عمي في الانتخابات من 49 إلى 52 ايه طبيعة الدور اللي انت قمت بيه هل اقتصر فقط على الدور الأكاديمي في الجامعة لا بدأت أولا بدأت أكتب منذ وأنا طالب في مجال اسمها شعرة زي كان بتنافس روزا اليوسف عن الرحلة اللي عملتها في السودان لان يعني ايه الرحلة اللي عملتها في السودان كطفل كان بيقولولي جدك باع السودان طبعا ما عرفش ايه هو السودان ده قالوا جدك باع حاجات كتير اه بس كان باع السودان باع السودان ايه المقصود بباع السودان طبعا ما عرفش ايه هو السودان كطفل أو في الشارع كان لما أولاً بيمنعوني أطلع من البيت في جنين وكني لما ممشي ابن الباشا حرامي الكماشا طبعاً عايب بقى أروح تاني ويدربوني إزاي خركت هارفت كلام ده منين؟ تخركت من الجنين وده يجيبوا البواب ويحققوا مع البواب والجنين إزاي سبتوا يخرجوا مش هارفين طبعاً فإذا كان عمرك كامل الحاجات دي بتتقلم 8 أو 9 حاجات للشاب يعني كنت حاسس أن العيلة منبوذة من الشعب المصري لا أولاً ده مش صحيح أبداً ده في بعض الكتب الموجودة وفي بعض الطيارات الأصولية بالعكس الوفد لا أنا أقصد الوفد أنا أقصد أنت كجدك بطرس غالباشا أبداً عمني ما حسيت أن هناك مواجهة أو انتقام بالعكس نجد أن المجهودات التي بوزلت من أجل الدفاع عن السودان وهو اتفاقية 1899 وهو السودان المصر البريطاني انتهت من سنة 53 و54 و55 من القيادة السياسية لكن ربما كانت ثمار لما قام به جدك لا أنا في رأي لأن كان هناك وجود مصري عن طريق القوات المسلحة طلعوها عند مقتل السردار وكان هناك وجود مصري كان هناك وجود تجاري كان هناك علاقات تجارية بين الصعيد والسودان كانت هناك جاليات مصرية هي كانت حتة واحدة وملك مصر والسودان لا لا أبداً لا أنا أصلي درس الموضوع ده كان وجود حقيقي مصري كان عندك القيادات العسكرية المصرية كانت مهتمة واخدت تخصص في شؤون السودان كان عندنا مجموعة من الخبراء متخصصين في شؤون السودان في شؤون القبائل في شؤون الخلافات بين الطيارات الدينية المختلفة الموجودة في السودان كان لنا وجود حقيقي في السودان الخطأ الذي تعمل الذي بسبب القضية الفلسطينية أو بأسباب أخرى أهملنا السودان وكان السودان كان سيبك من تصريح الملك مصر والسودان بعد ما إلغامه عهدت ستة وثلاثين قبل ذلك كان عندك السياسة كلها وكان عندك وجود سواء الرأي كان موجود طبعاً أنا ذهبت إلى السودان وإلى جنوب الخرطوم ورأيت السدود التي بناها المصريون في ذلك الوقت في عهد لا سيبك من السدود يعني كان هناك نوع من ربما قاتل قضية السودان بشكل مفصل أنا الآن بس في المرحلة الأولى هذه في حياتك أبداً لأن عندك سواء عن طريق التدريس أنا رحت درست في جامعة الخرطوم سنة كم؟ سنة كم؟ درست في جامعة الخرطوم سنة 53 54 لما كانت مصر والسودان حتى واحدة 54 و55 لا وبعد كده برضو رحت 56 خلاص انفصلت مصر عن السودان برضو رحت درست في جامعة الخرطوم كنت لكن الوضع كان مختلف بين أنك مصري رايح جزء من مصر وبعدين مصر رايح دولة تاني لا أنا مش موافع معك أبداً أنا شايف أن كان لنا وجود وكان هناك روابط حقيقية وكان عندك برضو قيادات سودانية من حيث العدد تؤمن بوحدة مصر والسودان خليني قاتل لموضوع جدك برضو وبعض الحاجات وانت صغير واضح أنك حينما كنت تخرج ويناديك الأولاد ببعض العبارات مثل التي ذكرتها كنت ترجع تسأل لا أبداً لأن هذا يرجع لوضع وضع تاني أن الفجالة كانت أصبحها حي من الأحياء الفقيرة فتلاقي ابن زوات اللي موجود في الجنينة مالوش حق أن يخرج من الجنينة لو خرج العيال دول حيشوفوه حاجة غريبة فيبقى موضة هجوم تتكر أن العيال دول عارفين تاريخ مصر لا هل يهم بيحكلهم لا أبداً للأمر 11-12 سنة ولا دليل طيب في 1952 23 يولي قامت الثورة وأنتم كنتم عائلة برجوازية تملك كثير من الأشياء في مصر وكانت جزء من الحكم في عهد الملكية ما أثر قيام الثورة وانعكسها عليكم بالنسبة لي ما حصرش أي حاجة لأن استمرت في التدريس كان موقفك أي من قيام الثورة أهلا رد عليك استمرت في الجامعة والنظام الذي اتبع أن الأستاذ الجامعي يجب أن ينضم إلى التنظيمات السياسية التي أنشئت حينئذ وإن دمامك كان بطريقة كانت تكون آلية يعني انضمت لهيئة التحرير مثلا؟ لهيئة التحرير أي أستاذ كان عود في التحرير كان عندك محاضرات كان عندك اتصالات قناعتك إيه بالموضوع ده؟ لا أولا كنت مؤمن بأهمية الإصلاح والإصلاح الزراعي وكتبت عن هذا الموضوع قبل ذلك المقالات نشرت ثانيا كنت متحمس للفكر الجديد فيما تعالى بالسياسة الخارجية المصرية فكنت يعني كشاب من أنصار هذه الثورة أنصار الثورة زي وانت وفدي وأول حاجة جاءت الثورة فعالتها هي أنها ألغت الأحزاب والنظام السياسي الذي كان موجود الإنسان يتغير كنت وفدي كطالب عندما قامت الثورة كان بمثابة تغيير تجديد الشاب موجود في الجمعة مهتم بالتدريس أنشأنا معهد العلوم السياسية وكافة القيادات العسكرية كانت طلبة في معهد العلوم السياسية فكان ليه اتصال درست في كلية الحربية وكلية الدفاع مش عارف أي كلية في الكلية عسكريه فكان عندي اتصال مع هذا الاتصال خلاني متحمس لتغييرات ستتم في ظل وأن دي فرصة للجيل الجديد أو فرصة للأسادزة أو للمفكرين أن يسهموا في التغييرات المطلوبة سواء كان وقتها عندنا زملائي راشد البراوي على سبيل المثال اسمي راجل كان له اتصال مع القيادات العسكرية درست لهم على مدى سنتين كان يعني إلى حد كبير كنت تشعر أنكم سوف تتضررون من قيام الثورة؟ لا كنت أشعر أنني أستطيع رغم أن أنتمي إلى وفقا لمفهوم الثورة عائلة إقطاعية أن رغم ذلك أن أستطيع أن أعمل وأن أساهم في كنت تجاري الجو أم على قناع بما تقوم به؟ لا كان هناك قناع كان هناك قناع بدليل أن على سبيل المثال أنا فاكر أول كتاب صدر لي عن تأميم قناة السويس أديت محاضرات قناة كم كان؟ 56 قناة السويس أديت محاضرات بعد التأميم كان في يوليو 56 في الفترة من 56 حتى الهجوم كنت مدي محاضرات أسبوعية في نادي الصحفيين عن الوضع السياسي يعني عاوز أقول أني اندمكت والساهم بطريقة والقيادات كلها كانت طلب عندي بقيت على هذا رغم ما حدث بعد ذلك من التأميم من تضرر عائلتك بشكل كبير أيوة رغم ذلك لأن كنت مهتم بالبحث العلمي كنت مهتم يعني ما كانش لي مثلا أخين انضروا كانوا أعضاء في مجالس إدارة أصغر مني فهم سابوا البلد ورحوا اشتغلوا في الخارج بينما أنا مع عمر ما اشتغلت في شاركة مساهمة عمر ما كنت عضو في لكن كان لك أملاك أمنات أيوة لكن ما هم منيش يعني ما همكش إزاي بقولك هو بصراحة أن يعني لم أتأثر بتأميمات التي تمت ما فكرتش تخرج من مصر مثل أقواتك أبداً بدليل أني روحت كزائر في أمريكا عدت سنة وبعد سنة قالوا لي عاوستو سنة إضافية سنة كم دي؟ 54-55 لا 55-55 لا التأميم الكبير جاء بعد 62 لا بالنسبة لي التأميمات تمت في الإصلاح الزراعي الأول طيب 54-52 بعد 52 بعد 52 حد دات الملكية 200 فدان وبعدين حد دات الملكية 100 فدان وبعدين 50 فدان كل هذا لم يغير موقفك من الثورة لا كل هذا لم يغير موقفك من الثورة لكنك بقيت تعمل كأكاديمي وككاتب بعد ذلك في الأهرام كأكاديمي وككاتب أنشاءت مجالة الأهرام الاقتصادي مجالة سياسة دولية صفحة الرأي محضرات عامة يعني نشاط ثقافي في هذه الفترة كلا ذلك لديك طموح أن تعمل في السياسة أم بعد قيام الثورة اعتبرت نفسك خلاص ستظل في الجانب الأكاديمي وأن السياسة بعد ما تكون كان عندي طموح أن نعمل في السياسة كنت تنتظر ما جاءك في عام 77 عاجلا أو آجلا سيكون لي الفرصة لكي أعمل في العمل السياسي حينما جاءك الخبر في 25 أكتوبر 77 لكي تصبح وزيرا كنت متوقع هذا؟ أولا ما تعينش وزير في وقتها أنا تعينت وزير في سبتمبر 77 تعينت وزير دولة في شؤون الرئاسة مع ممضوع سالم وكلفت بمساعدة رئيس الوزراء بتحضير مجلس الوزراء ودوني من ضمن الاقتصاصات التكامل بين مصر والسودان كيف بلغك خبر تعينك وزير؟ وأنا راجع من رومازون في المطار لا كنت في المطار بنتظر أعودة زوجتي من رومازون وجات لي ناسي اسمها دلوقتي صحفية في الأهرام قالت لي مبروك ناسي اسمها ليه وأنت عينتها حينما كنت أمين عام للأم المتحدة نطقة صحفية لك؟ هداية عبد النبي لأن كنت كتبت مقالا أنتقدك وجاءت تلومني وقتها حينما كنت أنت أمين عام المتحدة وقالت أنا مسؤولة إعلامية لأمين عام المتحدة هي هداية جات لي قالت لي مبروك تعينت وزير فطبعا رحت قابلت ممدوح السالم ده في المطار في المطار رحت قابلت ممدوح السالم هكذا يعين الوزراء يعني طبعا أنت ما تنتجش ده في دولة متخلفة وروحت قابل ممدوح السالم وقالت له أنا عندي كذا منصب دولي وحضايحه المنقدر تقدر تحتفظ بيه أنا أعود في لجنة الخبراء تحت هيئة العمل الدولي التي تراقب الاتفاقيات الدولية التي تحترمها الدولة أو لا تحترمها الدولة فأنا بمثابة قاضي بالنسبة لمصر ما أقدرش أمسؤول مصري وفي نفس الوقت عود في هذه اللجنة أنا أعود في لجنة الانترناشنال ليجال ادفايزر ما أقدرش أخش فيها أنا أعود في منظمة موجودة في نويورك هترى استقيل قال لا لا تقدر تحتفظ بالحاجة دي قلت له ما أقدرش قال ما كناش عارفين قلت له بعدين قال اسمع بقى ما تنقش صدر القرار وأعلن في الراديو وأنت ما تعرفش وأعلن في الراديو وأعوزينك بكرة الصبح في صراحة عبدين يا فندم ما نكلم الرئيس ونشرح له قال لي ما تنقشنيش أنت خلاص موارفة دا ما يتنقش مع ما ذكرته قبل قليل من أنك كنت تنتظر أن تقوم بدور سياسي والدور السياسي في مصر معروف أنه الوزارة مش شرط أن الدور السياسي وزارة لأن الكتابات اللي عملتها والجيل اللي عملته لغاية سنة 77 يكاد يكون أهم من دور الوزير يعني ربيت أجيال منهم دلوقتي تقدر تلاقيهم فيه فرق ما بين العمل الأكاديمي وما بين السلطة فيه فرق بين عمل الأكاديمي والسلطة ولكن العمل الأكاديمي هي سلطة غير مباشرة يعني السلطة بتقس العمل الأكاديمي مفيش في أي سلطة والأستاذ جاء غلبان خالص لا لا أنا معاك لو كان أستاذ ولكن لو كان في نفس الوقت رئيس تحرير مجلة سياسة دولية في نفس الوقت رئيس تحرير اللي هرمك لا تصنع قرار أنت غير صانع قرار مش صانع قرار في كل ده لا أستطيع أن نؤثر على صانع القرار وما تستهونش بدور المجموعة المثقفين وأهميتهم بالنسبة للتأثير على القيادة السياسية دكتور هل كنت تعرف ما هي الوزارة التي اخترت لها؟ أخبرك ممدوح سالم أيوة لي وزير دولة مرتبط برئيسة الوزارة وستكلف بعدة مهام منها التكامل بين مصر والسودان وزميلك حافظ غانم هو المسؤول وزير دولة آخر لا ما كانش وزير دولة كان وزير هو مسؤول عن هذا الموضوع تناقش معه كيف تتعاون معه فيما تعلق بالتكامل وفعلا بدأت واستمرت موضوع التكامل بزيارات لا أنا خليني هنا لسه عند موضوع الوزارة أنا شعرت حينما كانت وزارة دولة أن كنت تشعر باختصاصات محددة أم شعرت أن الأمر هو مجرد تعيينك وزير دولة بدون اختصاصات محددة لا كان فيه اختصاصات وصدر قرار بتوضيح هذه الاقتصاصات لكن متأخر القرار لا بعدها بـ 24 ساعة لم أفهم من مذكراتك هذا فهمت أنك أنت بقيت فترة لا تعرف تخصصاتك على وجه الدقة وبقيت أسبوعين بدون مكتب لا أيضا إلى أن تم ترتيب المكتب في فرق بين مكتب وإختصاصات الإختصاصات حددت بطريقة شفوية مع ممضوع سالم وصدر قرار أعرفش و12 في الجرايب بهذه الاقتصاصات أما الموضوع المكتب فعاتنا أسبوعين من غير مكتب للي لسه كان بيصلحوه وبدهنوه ويبقى طيب يعني الصراحة المتناهية اللي كتبت بها مذكراتك واللي بيبدو فيها وضع الوزير في دولنا وكيف يتم تعيينه ويبلغ في الشارع من إحدى الصحفيات ثم يذهب بعد ذلك ليعرف اقتصاصاته وهو عين وزير بدون مكتب ويبقى أسبوعين إلى أن يكون مكتبه جاهز يعني صورة من المهم أن الناس تدركها الوزارة لكل من يعرف قدر المسئولية عليها مسئوليات كبيرة لكن معظم الوزراء الآن الوزارة بالنسبة لهم تشريف وكثير منهم فرصة للسلب والناهب وحاجات تانية كثيرة جدا بالنسبة لك كانت إيه؟ أحب أقول لك حاجة فضل أن هذه الطريقة بتعيين الوزارة بتنفم أغلب بلاد العالم يعني دولة كفرنسا أو دولة كبلجيكا حصلت أخطاء أن عينه فلان وكان عوزين جاينه واحد تاني ولهم نفس الاسم وتجد أن فلان تعين في أخر اللحظة وما كانش دريان أن يتعين بس مش بشكل دائم يعني هي بتحصل عندهم كطرائف لكن عندنا هو ده الأصل لا أحب أكد لك أن تبعا أن السمات سواء كان المشاكل الحكومية سواء البوروكراطية سواء طريقة تعيين الوزارة تجد أن هناك تشابه كبير بين الأوضاع في مصر والأوضاع في أغلبية دول العالم أنت يعني هنا الوزارة بالنسبة لك كنت بتعتبرها نوع من التشريف وشيء كنت تترقبه أن تقوم به وشيء من العبء والمسئولية أم أن مثل الكثيرين يعتبر الوزارة نوع من التشريف وفرصة بقى إيه يرتب أموره وأمور عياله لا أولا الحمد لله ما عنديش مسئوليات ما عنديش ولاد وبالتالي ما عنديش مشاكل تترطب أن أجوز بناتي نمرة اثنين أن بالعكس أنا كنت مهتم أن الكلام النظري والدراسات النظرية اللي عملتها وعادت نادي كتبت كتب عن السياسة الخارجية عن العلاقات الدولية عن الأمو أن أستطيع أن أطبق كلام النظري ده على طريقة عملية أما كنت تدرك أن هناك فوارق شاسعة بين الجانب الأكاديمية والنظرية التي عشت فيها فترة طويلة من حياتك هناك جوانب ولكن تستطيع أن تحقق بعض الأفكار اللي كانت موجودة ربما آتي إلى الجوانب التطبيقية لكن أعود هنا إلى مقتل جدك بطرس غالي باشا بسبب رغبتي في تمديد مديس قناة السويس وبعد حدث دين شوي وغيره الحاجة دي لم تسبب لك أي عقدة أبدا لأن الكلام ده من ناحية العلمية غير دقيق ومن ناحية الدارسية أنا درسته ومبالغ فيه وغير واقع وغير واقعي وما عندها فسبب لي أي عقدة بالعكس في نقطة تانية خطيرة جدا وهي زواجك أنت متزوج من سيدة مصرية يهودية من عائلة ناري دي برضو غير صحيح هي كاثوليكية 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 آه من أسودين انتشرت الإشاعة وخلاصة وكتبت في كل المصادر أيوة هنعد نكذب أنت أيضا بالنسبة لك في مذكرتك لم تشر إلى هذا إلا أن زوجتك كانت يهودية ما كانتش يهودية زوجتك كاثوليكية كاثوليكية مسيحية كاثوليكية آيوة ليست يهودية من عائلة نادلر آيوة هي تنتمي لعائلة يهودية ولي هي كاثوليكية وكاثوليكية من صغرها مش كاثوليكية كما أولبرايت آل عامي بورنا كريسشين لا كاثوليكية ولكن الإشاعة أنها يهودية هذا لم يشبب لك أي إشكالات أرضها أبدا ولا على المستوى العربي ولا على المستوى على اللي سببني إشكالات كوني إبتي مع بيجين كان بيقول مستر غالي أريد أن يكون مسلم أكثر من محمد مسلم أكثر من محمد أو يريد أن يكون مسلم أكثر من محمد أعوذي يثبت طيب هو عايز يثبت دفق إيه لا لأنك كنت متشدت معاه فبعد القضايا ومش عارفه فهجوم الرد عليه إن فلان باعتباره يعني لم يكن هناك أي مظاهر للإسلام في التفاوض اللي هيجي تفصيلاته بعد كده حتى أنتوا بدأتوا الاتفاقية بكأس من الويسكي لسكتلندي المعتق يعني الأمور لا تستدعي مثل هذه الأوصاف من بيجين بالنسبة لك أنت أصلك ليك تربية أصولية في الويسكي عندك حرام بالنسبة لي أنا الويسكي مش حرام أنا الويسكي أنا عندي حرام حلال وبيساعد على التفاوض وبيساعد على أن احنا نيجي الوقت لزجاجة الويسكي التي بدأت فيها المفاوضات ربما نأتي لها في حينها سنقتل الموضوع بالشكل المفصل ولكن يعني فهمت منك الآن أن ما كانش عندك أي شيء بيشكل عقدة بالنسبة لك بالنسبة لقبل المنصب لا فيما يتعلق بالحديث عن زفتك ولا فيما يتعلق أن تمي غير مسلم في دولة إسلامية ولا أن انتمائي إلى أسرة اتهمت فيها جدي أنها خانبة بالنسبة لبعض القضايا وهذا غير صحيح أو بالنسبة للهجوم أنا كنت موضع هجوم شنيع إزاي راح الأطس إزاي راح مع السادات دي خيانة وكافة الجرائد العربية اتهمت السادات بالخيانة واتهبت الدلدول بتاع بطرس غالي أنه برضو خيانة خائن فلا أنا سأتي لهذا أحب أطمنك أنا يمكن بسبب عقدة كبرياء أنا ما عنديش أي عقدة أنا واقد على الهجوم صدر هجوم ضدي على المستوى الدولي أثناء إعادة انتخابي من أقوى دولة في العالم ولم أتعصر بهذا الهجوم لماذا اخترك السادات؟ لماذا؟ أنا سألت السادات وسألت ممدوح سالم قالوا لي نحن منقرى مقالاتك في الأهرام ومعجبين بهذه المقالات طب ما فيه ناس كتير بيكتبوا في الأهرام ومقالاتهم جميلة جدا ولكن هو اللي اختار وهو كان أدي الرد بتاع ممدوح سالم ونفس رد السادات أنا سألت ممدوح سالم على أي أساس تخترتوني ليه؟ ليه؟ سألت السؤال دا إمتى بالظبط؟ سألت بعد ما حلفت اليمين ولا قبليه؟ ألا بعد كده عندما كانت علاقاتي لما سفرت مع ممدوح سالم في الطيار عندنا وقت مع بعض ونتناقش نقول له إيه سبب؟ وبرضو نفس الوقت مع السادات ما ندرش أقول له إيه تم اختياري ليه؟ والاثنين ادوني نفس الرد نعني بنتابع مجهوداتك اتصالاتك الدولية المقالات الدولية الدراسات الدولية اللي كتبتها وعلى هذا الأساس تم اختياري ما تنساش أن كنت عضو في المكتب السياسي للتحاد الاشتراكي لمدة سنتين وكلفت بالاتصال مع الأحزاب الأجنبية عملت اتفاق مع الحزب المؤتمر الهندي عملت اتفاق عنشأت دولية اشتراكية بين الأحزاب الأفريقية عملت اتفاق بين تونس الحزب الحاكم في الدستور وحزب ريو بول سونجورب في السنغال كان ليه نشاط سياسي دولي من خلال الاتحاد الاشتراكي على مدى سنة ونص سنتين قبل تعييني كوزير أنا كنت مهتم بالاتحاد الاشتراكي ما كانش لو اتصال مع الأحزاب الدولية حولت أن الاتحاد الاشتراكي ينضمي للاشتراكية الدولية ورفضوا لغاية ما عاربت أخوش في الدخل الحزب الوطني وقتها بعد كده في الاشتراكية الدولية دخلت الحزب الوطني حتى تصبح وزير أمان قبل أنت بس حينما اخترت وزيرها لم تكن عضو في الحزب الوطني ما تأمن اخترت وقتها كنت عضو في المكتب السياسي للتحاد الاشتراكي كان وقتها للتحاد الاشتراكي بعدين دخلت الحزب الوطني أطبع توجهت لزيارة الأنبى الشنودة رئيس الكنيسة القبطية بعد اختيارك وزير مباشرة إيه الدلالة الرمزية لهذا أولا لي كان لي علاقة مع الأنبى الشنودة والثيقة لأن كان بنتناقش فيما تعلق بالسياسة الخارجية وكان رأيي أن يجب أن يتكلم في بعض القضايا الدولية ثانيا كان هناك تقليدا أزور الأنبى الشنودة فزرت كزيارة ليست لا علاقة بالمنصب الوزاري كنت أتصل به أكثر من مرة لأن لنا كنيسة جنب البطرسية كنيسة العائلة على اسم جدك أطلق عليها البطرسية لا يعني هنا يعني دائما كان بيكون هناك وزير قبطي في الوزارة الأنصر وأكثر من وزير في الأقلدي لكن عندك اتنين وزراء أباط اتنين وزراء أنت في مذكراتك قلت أنك بعد زيارتك للبابا شنودة البابا شنودة أبدى نوع من القلق بسبب وضع الأخباط وأنت نقلت هذا إلى ممدوح سلام بعد ذلك عادة الوزير الإبطي يكلف بالاتصال مع أو يهتولى الاتصال مع في بعض البلاد تجد أن هذا من اختصاص وزارة الداخلية الاتصال مع الأجهزة الدينية وفعلا في مصر عندك الاتصال وزارة الداخلية هي التي لقى اتصال كبير مع الأنبى الشهودة فهنا في مصر التقليد أن الوزير الإبطي له اتصال يعني هو المفروض أن يبقى همزة وصل بين الكنيسة القبطية والحكومة فطبعا كان عندنا وقتا مش فاكر وزيرين كان وزير تانيين في نظر الآن بشنودة كان قلق لا أبدا بس انت قلت في مذكراتك أنه كان عنده شيء من القلق أنا مش فاكر قلت في مذكراتي من وقتها المذكرات دي كتبتا من 12 سنة و10 سنين فما تطلبش مني أتذكر أنا ما أظنش أنا حسب تفكيري أني ما استعملش كلمة قلق بهذا المعنى اللي لدي أرجع للمذكرات أقولك لا أنا الفكرة الأساسية أني كان في على ما أتذكر وزير ألبير برسوم أظن ألبير برسوم سلام هو هو اللي كان مسؤول عن الاتصال كان وزير شؤون مجلس الشعب أظن كان وزير شؤون مجلس الشعب مش فاكر بصراحة كان إيه بس أنا كنت لسه في إعدادي أيامها بس أنا يعني فاكر آه معلش وأنا وأنت في إعدادي وأنا بعث بسبب السن بلس ربنا يديك السلام أنا برجع للكتب أذكر منها يوم الأربعة 9 نوفمبر عام 1977 ألقى السادات خطابه الشهير في مجلس الشعب الذي أعلن فيه استعداده حتى للذهاب للكنيست كنت حاضرا في هذا الخطاب ما حدش فيم هذا كأنه انذار أن ناوي يروح للقودس إزاي باستثناء تلات شخصيات السفير الأمريكي إيلتس هيرمان إيلتس أيوة هيرمان إيلتس وزير الدفاع كان الجمسي وإسماعيل فه وزير خارجي أما باقي أعضاء مجلس الشعب ما حدش فيهم هذا أنت فهمت إيه طبعا لا تيكناي نعمل في الخطبة الحماسية أنا بأيد السلام لسيما أنا بعد كده طلعت أنا كتاب أبيض يتضمن مبادرات السادات في محاولة إيجاد حل سلمي للقضية الجمسي كان عارف من إيه أنا معرفش أنا عارف أنا كلام ده أني عرفت أني جمسي عارف من خلال مناقشات مع إيرمان إيلتس فيما بعد في أمريكا السفير الأمريكي هو كان عارف من إيه السفير الأمريكي طبعا على الاتصال هو هذا مهم السفير أهم دولة فيبعى مولن أنا عندما قابلت إيرمانت آيتس في أمريكا لما كنت أمين عام للأم المتحدة دارت مناقشات بيننا ذكريات اللي فات كيف تم يعني أنت لم تعرف بمعرفة السفير الأمريكي إلا حينما كنت أمين عام للأم المتحدة لكن حينما ألقى السادات خطابه لم يكن لديك علم بمن يعرف بهذا الموضوع أبدا إسماعيل فهم في مذكراته التفاوض من أجل السلام في الشرق الأوسط يقول أن السادات فكر في مشروع زيارة إسرائيل أو فاتحوا فيها أثناء زيارة قاموا بها في نهاية أكتوبر 77 إلى رومانيا وكانوا يجلسوا في منتجع اسم سيناء على اسم سيناء هنا وقال لقد فكر في المشروع خلال وجوده في سيناء وتناقش معي عن عرض إسرائيلي واضح الإنحراف ينقصه حسن النية أيضا وقال له فجأة أود أن أعرف ما رأيك في رحلة خاصة إلى القدس وإلقاء خطبة في الكنيسة فقلت له وما الغرض من هذه الرحلة فأجابني السادات لا شيء إلا الذهاب فقط إلى القدس وإلقاء خطاب ثم العودة تسمح لي أنا عندي وسائق أن فكرة الزيارة فكرة حركة تاريخية موجودة عند السادات منذ ستة شهر وإسماعيل فامي ستة شهر قبل 9 نوفمبر قبل 9 نوفمبر وإسماعيل فامي اللي كان بيعارض هذه الفكرة اقترح على السادات أن ينعقد مجلس الأمن في القدس لمناقشة القضية الفلسطينية ده ينقض تماما اللي ذكره إسماعيل فامي لأن إسماعيل فامي كان بينادي بمؤتمر دولي أو مؤتمر جينيف أو يلتقي بأي في أي مكان تاني مع بيجن خارج القدس هو آدي آدي كلام اللي موجود وتلاقيه في بعض الدراسات موجود إن اقترح فكرة أن ينعقد مؤتمر أن ينعقد مؤتمر في القدس أن مجلس الأمن ينعقد بطريقة السلسطينية في القدس وأرسلت هذه الفكرة إلى الرئيس كارتر الرد الرئيس كارتر ده كلام نظري بعيد عن الواقع فإذن السادات بيفكر من زي ما عاوز يعمل حاجة عشان يخرج من الجمود السادات كان بيفكر لوحده ولا كان مع أحد كان بيفكر لوحده السادات أنا ما عنديش معلومات عن تكده أنا حاولت أن لي كتبت كتاب عن هذا الموضوع فأعتقد أبحث ما أعرفتش هل هو أنا سألت السادات أكثر من مرة قال لي أنه راح قابل شوشيسكو وناقش مع شوشيسكو والسادات ذكر ده في كتابه البحث عن الزي وناقش مع شوشيسكو شخصية بيجين وشوشيسكو قال له بيجين راجل متطرف ولكن عندما يعطي بكلمة أنه يحترم هذه الكلمة فتستطيع أن تسق في بيجين لو بدأت أن تتفاوت مع بيجين النقطة هنا أن السادات كان يفكر وحده كان يتحرك وحده ربما أطلع إسماعيل فهمي على بعض الأشياء ويقول إسماعيل فهمي في مذكرته أنه جلس ثماني ساعات في محاولة لإثناء السادات عن هذا الأمر في مجلس الشعب أنت تقول كان ثلاثة فقط يعرفون الجمسي وإسماعيل فهمي وقال ياسر عرفات قال متعجيبا رغم أنه صفق يعني ما معنى هذا الكلام؟ هل يتعمد السادات هذا القول في حضوري؟ فأكدت له أنها ذلت لسان ده إسماعيل فهمي بيقول ذلت لسان وذهب السادات وأعضاء الوزارة إلى رضها في الاستراحة مزبوط بعد إلقاء الخطاب في مجلس الشعب وناداني هناك إسماعيل فهمي اللي بيحكي أمام الجميع صارخا هذه زلت لسان السادات قال كده؟ السادات قال هذه زلت لسان أرجو يا إسماعيل أن تمنعها وأن تفرض رقابة فورا وأن تطلب من الرقابة حسف هذه الجملة الخاصة برحلة القدس وبناء على ذلك لم تظهر في الصحف الحكومية المصرية في اليوم التالي وإنما قام المراسلون الأجانب بتسريبها ونشرط في الصحافة العالمية ما رأيك هذا الكلام؟ ما عنديش معلومات ده أول مرة النهاردة بس معنى هذا الكلام في مذكرة سماعيل فهمي؟ أنا معاك أيوة أنا نائل النص أنا معلش بس أقولك أنا معرفش بصراحة وبعدين هذا السنوي الفكرة الأساسية أن أنا معاك أن الرئيس السادات كان بيتخذ قرارات فورية في كثير من الحالات فيها مصير بلد أيوة ولم وقزة هذه القرارات الفورية نجحت وأنقذت سينة أنا سأأتي بالتفصيل إلى هذا الأمر لكن هذا الإعلان الذي أعلنه السادات في مجلس الشعب عمل صدمة عند المصريين قبل غيرهم بالنسبة لك أنت أيضا وبالنسبة للآخرين أبدأ الحلقة القادمة من هذه النقطة أثر إعلان السادات عن استعداده للذهاب إلى القدس عليكم أنتم الوزراء ثم على الآخرين في مصر في الحلقة القادمة عندما صدر هذا التصريح محدش فيهم هذا التصريح هنحاول في الحلقة الجاية نناقش هذه النقطة أشكرك شكرا جزيلا كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نوصل الاستماع إلى شهادة الدكتور بوترس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة في الختام أنقل لكم تحيات فريق البرنامج وهذا أحمد بنصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا